بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ومع حل أنشطة وأسئلة وتدريبات القواعد النحوية على درس النكرة والمعرفة للصف السادس الابتدائي النكرة والمعرفة النشاط الأول لاحظ الكلمات التي تحتها خط ثم اخترق إجابة الصحيحة شرح المعلم درسا أنت تحترم مشاعر الآخرين شرح المعلم الدرسا فاز علي بالجائزة أنا أحب العلم سلوى فتاة مهذبة كلمة درسا شرح المعلم درسا هي اسم أم فعل أم حرف كلمة درس هي اسم ليست فعل وليست حرف ولم تدل على شيء محدد إذن فهي نكرة النكرة هي التي لا تدل على شيء محدد النكرة اسم لا يدل على شيء محدد بخلاف المعرفة كلمة الدرس شرح المعلم الدرسا هذه الكلمة اسم ودلت على شيء محدد إذن فهي معرفة المعرفة كل اسم يدل على شيء محدد أنا أنت دلت على شيء محدد فهما معرفة وأنا وأنت هي من أنواع المعرفة تحديدا من الضمائر أنا ضمير وأنت ضمير دلت على شيء محدد فهما معرفة علي وسلوى فاز علي بالجائزة وسلوى فتاة مهذبة إبعلي وسلوى دلت على شيء محدد فهما معرفة أيضا كل اسم لم يدل على شيء محدد يسمى نكرة كل اسم دل على شيء محدد يسمى معرفة إذن من أنواع المعارف كما جاء في هذه الأمثلة المعرف بأل ونكتب همزة على كلمة أل هذه إذا كتبت منفردة أما كلمة أل إذا جاءت في بداية كلمة فلا تكتب عليها همزة فهذه ألف وصل وهذه همزة قطع إبعلا من أنواع المعارف المعرف بأل والعلم والضمير وأيضا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والاسم المضاف إلى معرفة النشاط الثاني بيّن نوع المعرفة فيما تحته خط نحن نحترم مشاعر الآخرين كلمة نحن هي معرفة وهي ضمير والضمير من أنواع المعارف هذه هي اللعبة المفضلة لدي هذه هي هي أيضا ضمير نحن ضمير للمتكلم وهي ضمير للغائب حسين تلميذ بالصف السادسي بإذن كلمة حسين دل على اسم شخص العلم والمعرفة العلم والمعرفة يرفعان شأن الإنسان العلم والمعرفة كلمة العلم معرفة بأل إذن نوع المعرفة في كلمة العلم معرف بأل وكذلك كلمة العلم وكلمة المعرفة أيضا وكلمة الإنسان كل هذا معرف بأل ومثلها اللعبة والمفضلة وهكذا حصلت علية على المركز الأول كلمة علية اسم بنت اسم شخص بإذن علم أنتم حافظتم على البيئة أنتم هو ضمير وهو ضمير للمخاطب المخاطبين في حالة الجمع المذكر النشاط الثالث ضع خطا تحت الاسم المعرفة واذكر السبب في التأني السلامة في التأني السلامة أين الاسم المعرفة هنا كلمة التأني معرفة وأيضا كلمة السلامة ما السبب؟ معرف بأل معرف بأل مصر دولة عظيمة مصر هو اسم معرفة لماذا؟ لأنه علم اسم بلد يشتد البرد في شهر يناير أين الاسم المعرفة؟ كلمة البرد 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 هو معرف بأل معرف بأل وأيضا ممكن أن نقول يناير شهر يناير لماذا؟ لأنه علم دل على اسم شهر فهو معروف الشباب يصنعون المستحيل أين الاسم المعرفة؟ كلمة الشباب وكلمة المستحيل أيضا ما السبب؟ معرف بأل أيضا مثل المثال السابق هنا يقمنا بعمل جليل هنا معرفة لماذا؟ لأنه ضمير ضمير للغائب ضمير للغائب في حالة المؤنث جمع المؤنث النشاط الرابع ضع خطا تحت النكرة فيما يلي الإنسان ميزه الله بعقل مفكر هذه نكرة هذه نكرة لأنه اسم لم يدل على شيء محدد يمتد في مصر نهر عظيم نهر عظيم نكرة للنبات أنواع كثيرة نكرة أنتما تلميذان تلميذان نكرة مهذبان نكرة أيضا أما أنتما فهي معرفة لماذا؟ لأنها ضمير يمتد هنا ليست نكرة ولا معرفة لأنها فعل وكذلك في ليست نكرة ولا معرفة لأنها حرف كلمة مصر هي معرفة لأنها اسم بلد بإذن هي علم النشاط الخامس أكمل بما هو مطلوب بين القوسين يجب أن تحترم مشاعر مشاعر الآخرين كما كنا نقول في المثال السابق أو مشاعر الناس مشاعر الآخرين مشاعر الآخرين الآخرين بإذن هو معرف بأل تؤدي يعني ما عليكما يريد ضمير يريد ضميرا نقول نلاحظ هنا أن هذا المثال مثنى فنقول أنتما طبعا في حالة الخطاب هو يخاطبهم أنتما تؤديان إذا قال يؤديان فنقول هما هما يؤديان إبا أنتما تؤديان ما عليكما ما عليكم إبا ضمير ساعدت يريد علم علم اسم شخص ولكن يريد اسم شخص تحديدا مؤنث بنت فتاة إبا إذا نقول مثلا ساعدت فاطمة مثلا أو هند أو منارو أو مروة أو روان وهكذا أمها ساعدت فاطمة أمها يحمل المشجعون المشجعون يحملون الأعلام أو لافتات مثلا أو الرايات إبا إذا يريد إبا إذا يريد اسم نكرة إبا يحمل المشجعون علما علما لا تقول العلم لو قلت العلم يصبح معرفة هو يريد اسم نكرة النشاط السادس ضع خطا خطا تحت المطلوب بين القوسين قارة إفريقيا قارة إفريقيا مليئة بالمعادن أين العلم هنا أين العلم كلمة المعادن كلمة المعادن وأيضا إفريقيا لأنها تعتبر اسم بلد أو اسم قارة يعني طيب لا تحقر من شأن الضعيف يريد المعرف بأل أين المعرف بأل يعني فيه ألف ولام الضعيف نحن أجيال المستقبلي يريد الضمير نحن طبعا المتكلم في حالة الجمع في حالة المسنة بيزا نحن أجيال المستقبلي العقل هو النعمة التي ميزنا الله بها أين الاسم المعرف بأل الذي فيه ألف ولام العقل والنعمة أما هو فهو معرفة ولكن ضمير وكلمة الله وكلمة الله بيزا معرف بأل ولكن الأوضح والظاهر هو الأفضل أن تختار العقل والنعمة لماذا؟ لأننا ممكن إذا يعني حزفنا الألف واللام يتبقى كلمة عقل وهنا يتبقى كلمة نعمة يتبقى العقل والنعمة النشاط السابع عين النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة تناول المريض دواء تناول فعل يبا إذا لا نستخرجه لأننا نتكلم عن النكرة والمعرفة النكرة اسم والمعرفة اسم يبا إذا نحن نبحث عن الأسماء وليس الأفعال ولا الخروف يبا إذا لا تستخرج من كل هذه الأمثلة لا فعلا ولا حرفا يبا إذا تستخرج اسم يبا النكرة والأي والمعرفة فقط طيب كلمة المريض هي معرفة المريض معرفة طيب دواء ناكرة طبعا هنا ناكرة لماذا ناكرة لأن الناكرة هو كل اسم لا يدل على شيء محدد تشمل أي دواء إنما هنا حدد كل اسم يدل على شيء محدد فهو معرفة طيب ما نوع المعرفة هنا هو اسم معرف بماذا معرف بأل معرف بأل يبا إذا معرف طيب رأى الطفل كطة الطفل طبعا معرفة معرف بأل ها وقطة ناكرة معرفة وقطة ناكرة طيب هؤلاء هؤلاء لاعبوا الايه النادي هؤلاء طبعا معرفة لماذا لأنه ايه ضمير طيب لاعبوا وحدها كده لاعبوا تب ناكرة طيب والنادي معرفة 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 بأل أما إذا أخذنا لاعب النادي معا تصبح معرفة لماذا لماذا لأنه اسم معرف بلايه بالإضافة أو بمعنى آخر اسم مضاف إلى اسم ايه إلى اسم معرفة اسم مضاف إلى اسم معرفة طيب أما كل كلمة وحدها هذه ناكرة وهذه ايه معرفة طيب أمسك الشرطي الشرطي معرفة لسا ناكرة الفاروق معرفة عمر معرفة طبعا الفاروق معرف بأل طيب عمر اسم شخص علم يبقى معرفة هو معرفة لأنه ضمير ثاني كلمة ثاني ناكرة طيب الخلفاء معرفة معرف بأل الراشدين معرفة معرف بأل هنا إذا أخذنا ثاني الخلفاء معا تصبح معرفة لماذا لأنه اسم مضاف إلى اسم ايه معرفة يعني معرف بالإضافة اخترع العلماء كلمة العلماء معرفة معرف بأل سيارة ناكرة كهربائية كلمة كهربائية هنا ناكرة يبقى سيارة ناكرة وكهربائية ناكرة طيب فازة فعل محمد محمد معرفة لأنه علم كذلك صلاح معرفة لأنه علم بجائزة كلمة جائزة ناكرة وكلمة الكرة معرفة والزهبية معرفة لماذا معرف بأل أما إذا أخذنا جائزة الكرة الزهبية إبا يصبح معرفة لماذا لأنه أضيف إلى اسم معرف بأل أضيف إلى معرفة يعني معرف بالإضافة حمل الفلاح الفلاح معرفة لماذا لأنه معرف بأل فأسا ناكرة ذهب إلى الحقل الحقل معرفة معرف بأل هجم الجنود الجنود معرفة الجنود معرفة لماذا معرف بأل جيش أيضا ناكرة أما الأعداء معرفة إذا أخذنا جيش الأعداء مع بعض يبقى إذا تصبح هذه الكلمة معرفة لماذا لأنه اسم مضاف إلى اسم معرفة اسم مضاف إلى اسم معرفة يبقى اسم معرف بالإضافة يعني معرف أصبح معرفة من خلال الإضافة إلى معرفة فريحة منار منار معرفة اسم شخص اسم شخص يعني علم يبدل على بنتهم منار الهدية انتبه الهدية معرفة المميزة معرفة لأن بها ألف ولام النشاط الثامن أكمل باسم نكرة مروة تلميذة مثلا تلميذة أو فتاة بارعة أو مروة كاتبة بارعة وهكذا كانت الحديقة مثمرة كانت الحديقة مثمرة اشترى محمد كتبا ممتعة هذان طالبان أو ولدان زكيان يحتاج الوطن إلى أبناء مخلصين أو رجال مخلصين فازت أميرة في سباقات كثيرة أو مسابقات كثيرة اشترى الأب لبنه كتابا مميزا أو حذاءا مميزا وهكذا للأزهار رائحة عطرة استقبل الأب صديقا عزيزا ركب المسافر قطارا سريعا وهكذا النشاط التاسع أكمل باسم معرفات كنز لا يفنى نقول القناعة القناعة كنز لا يفنى استمتعت بالنظر إلى السماء ليلا أو إلى النجوم وهكذا أو إلى القمر علينا نشر السلام والوئام والمحبة وهكذا تسعى تسعى بلادنا أو تسعى مصر طبعا هو يريد اسم معرفة وليس نكرة هذا معرفة هذا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهي الضمير أو تقول تسعى مصر اسم بلد علم طيب مسجد مسجد القرية أو مسجد البلد أو مسجد المدينة واسع ذهبت إلى مدينة الأقصر بالسيارة أو القطار أو الطائرة وهكذا حدد الاسم النكرة في الجمل الآتية أين الاسم النكرة العلم أهمية نكرة أهمية كبرى نكرة في حياة نكرة ولكن إذا أضفناها هي مضافة إلى كلمة بعدها يبت تصبح معرفة في هذه الحالة من يزرع المعروفة يحصد خيرا ويريد لإسم نكرة فقط يبت إذن كلمة خيرا نكرة كن صادقا صادقا نكرة معاملة نكرة أما إذا أضيفت إلى اسم بعدها هكذا فتصبح معرفة لأن كما كنا شرحنا فيما سبق الاسم المضاف إلى اسم معرفة يصبح معرفة للتسوق هنا ألف ولام فهي معرفة طيب للتسوق عبر الإنترنت مميزات و عيوب نكرة النكرة كنا لا تدل على شيء محدد التعاون وسيلة نكرة لنهضة نهضة كلمة نهضة وحدها هي نكرة أما إذا أضفناها باعتبار ما بعدها فهي تصبح تصبح أيضا معرفة لأنها اسم مضاف إلى معرفة هنا هذه الكلمات هي مضاف إليه مضاف إليه لا نجاح نكرة في الحياة بلا عثرات كلمة عثرات نكرة أيضا حدد الاسم المعرفة هنا يريد الاسم المعرفة فقط وبين نوعه وبين نوعه كلمة الصديق معرفة اسم معرف بأل الصديق الصديق أبو بكر أول الخلفاء الرشدين الصديق اسم معرفة لأنه معرف بأل أبو بكر معرفة لأنه اسم علم كما كنا وقد يكون العلم كنيا أو لقب وهكذا طيب الخلفاء هي معرفة معرف بأل الرشدين معرف بأل في حالة إضافة إذا كنا أول الخلفاء تصبح معرفة لأنها اسم مضاف إلى اسم معرفة أيضا يبقى هذه المضاف إليه وضعت ندى اسم علم علم الكتاب معرف بأل الحقيبة معرف بأل النعام معرف بأل الطيران معرف بأل هؤلاء ضمير الرواية معرفة لماذا؟ لأنه معرف بأل التي معرفة لماذا؟ لأنه اسم موصول التي والذي وهكذا الكلمة معرفة والطيبة معرفة لماذا؟ اسم معرف بأل إقرأ ثم أجب الطاقة الشمسية طاقة تنبعث من أشعة الشمس من أشعة الشمس طبعا أشعة جمع شعاع وهو الضوء ضوء الشمس من أشعة الشمس كلمة أشعة يريد إعراب كلمة أشعة هنا هي اسم مجرور هو يريد العلامة طيب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة هذه هي العلامة إذن علامة إعراب كلمة أشعة هي الكسرة إعراب كلمة السنوات ورغم ذلك فإن لها مستقبلا مشرقا خلال السنوات خلال السنوات الإعراب كاملا أنها مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة الجر وعلامة جره الكسرة أيضا أكمل بما هو مطلوب بين القوسين بيزن القطعة الطاقة الشمسية طاقة تنبعث من أشعة الشمس على شكل حرارة وضوء وتتميز الطاقة الشمسية بأنها طاقة متجددة ولا تلوث البيئة ومن سلبيتها ارتفاع تكلفة إنشاء النظام الشمسي ورغم ذلك فإن لها مستقبلا مشرقا خلال السنوات القادمة أكمل بما هو مطلوب بين القوسين ذهب من إلى محطة القطارات هو يريد جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ولا بد أن يكون هنا مرفوعا إذن جمع مذكر سالم ويكون متصب بالو والنون وليس الياء والنون لأنه يكون هنا في حالة رفع لأنه الإسم الذي نأتي به هنا يعرب فاعل والفاعل يكون مرفوع بذهب المسافرون مثلا إلى محطة القطارات يحارب الجندي يحارب من يريد جمع تكسير إذن مثلا كلمة الأعداء كلمة الأعداء هي جمع تكسير وليست جمع مذكر سالم صوب ما تحته خط ذهب الطلاب إلى مكتبة الإسكندرية بل خطأ هذه الفتحة لماذا؟ لأن كلمة الإسكندرية هنا مضاف إليه كلمة مكتبة ناكرة والإسكندرية معرفة فإذن هي مضاف هذا هو السبب مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجر الكسرة اقرأ ثم أجب إن النجاح حق مشروع لكل من يملك أسبابه من عزيمة قوية وقلب مشرق بالأمل هذا هو الأمل الذي هذا الأمل هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يبدع ويعمل ويمضي في رحلة الحياة ما سبب نصب الكلمات التي تحتها خط طبعا كلمة النجاح هو سبقها إن إن ماذا تفعل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر بكلمة النجاح اسم إن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا كلمة الإنسان هو الذي يدفع الإنسان كلمة الإنسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا لن يدفع فعل من الذي يدفع هو الفعل ضمير مستطر تقديره هو إلى أن يبدع أن يبدع يبقى إذن هذا فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن يبقى أن هذه تنصب الفعل المضارع استخرج من الفكرة السابقة استخرج نكرة إن النجاح حق كلمة حق وكلمة مشروع وهكذا عزيمة قوية قلب مشرق كل هذه نكرات يريد اسما موصولا الذي ضميرا متصلا وآخر منفصل يعني متصل متصل بالكلمة أو منفصل عن الكلمة يعني يكتب مستقلا أين الضمير المتصل لكل أسباء الهاء الهاء في كلمة أسبابه طيب هذا ضمير متصل اتصل بالكلمة أين الضمير المنفصل يعني يكتب وحده مثلا كلمة هو هو هذا ضمير منفصل طيب اسم إشارة أيضا هذا الذي اسم وصول وهذا اسم إشارة استخرج معرفا بأل أي كلمة بها أل كلمة النجاح أيضا كلمة الإنسان وأيضا كلمة الحياة وهكذا أكمل بعلم مناسب أكمل بعلم مناسب علم يعني اسم شخص أو اسم بلد أو اسم بس يكون مناسب على حسب السياق صديق مخلص بأ اسم أي اسم بس يكون مذكر لأنه قال صديق لما يقول صديقة بإذن نقول محمد مثلا أو أشرف وهكذا أم المؤمنين السيدة عائشة أم المؤمنين تخير الصواب تخير الصواب طبعا هي كونية وهي التي تبدأ بأب أو أم أو ابن وهكذا جميع الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها معارف نعم إجابة صحيحة تعد البحار من الثروات الطبيعية المهمة لأي دولة لأي دولة هو يريد الإعراب فكلمة دولة مضاف إليه مضاف إليه ما يأتي بعد أي مضاف إليه لأي دولة لأنها باعتبر أنها نكر طيب المهم مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الكسرة الظاهرة لغناها يبقى تعد البحور من الثروات الطبيعية المهمة لأي دولة لماذا؟ لغناها لغناها بالموارد الطبيعية يبقى للإعراب أيضا هذه الباء الباء هي حرف إيه؟ حرف جر وحرف الجر مبنية يبقى حرف جر إيه؟ حرف جر مبنية طيب وكلمة الموارد تحتها كسرة لماذا؟ لأنها اسم مجرور مجرور بالباء اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة علامة الجر الكسرة الطبيعية بالموارد الطبيعية من أسماك وأملاح معدنية ومصادر طاقة وهي ذات قيمة اقتصادية كبيرة لأي بلد استخرج من الفكرة فعلا مضارعا ولكن مرفوعا وهو محدد لك أيس فعل مضارع مرفوع أول فعل عندنا اللي هو كلمة إيه؟ تعد كلمة تعد 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 البحار يعني تعتبر يعني إبقى إذن كلمة تعد لماذا فعل مرفوع؟ لأنه لم يسبق بإيه؟ بأداة نصب أو أداة جزم لم يسبق قبله أداة نصب أو جزم طيب اسما نكرة اسما نكرة طبعا أي اسم بكل بساطة لا يكون فيه ألف وليم إذن مثلا كلمة كلمة دولة كلمة دولة وأيضا كلمة أسماك وكلمة أملاح وهكذا أملاح وكلمة أسماك طيب معرفا بأل أي كلمة بها أل مثلا نقول البحار البحار أيضا الثروات الطبيعية الطبيعية المهمة أي كلمة بها أل الموارد الطبيعية وهكذا طيب حدد نوع الكلمات التالية من حيث التعريف والتنكير يعني هل هي معرفة أم نكرة هو يريد النوع كلمة دولة كلمة دولة نكرة أم معرفة نكرة طيب كلمة التي معرفة لماذا؟ لأنها اسم موصول اسم موصول كلمة ثروة ثروة نكرة النكرة كما قلنا كل اسم لا يدل على شيء محدد يعني تشمل هنا أي ثروة وكلمة دولة تشمل أي دولة بل نقص الدولة معينة ولا ثروة معينة فإذا هي نكرة كلمة الدولة الدولة معرفة لماذا؟ ما السبب؟ لأنه اسم معرف بأل كلمة محمد معرفة أيضا لماذا؟ لأنه دل على علم علم يعني هنا اسم شخص إلى هنا نصل إلى ختام حل التدريبات والأنشطة الدرس القادم بإذن الله في القواعد النحوية هو يتكلم عن درس الضمائر تابع معي ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء